السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح بقية الدروس الوحدة الرابعة من كتاب الإنجليزي للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الأول وبلما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معي في القناة ونبدأ باسم الله في درسنا اليوم والذي يتحدث عن form, meaning and function المكون والمعنى والوظيفة قبل أن أبدأ بشرح الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس سنفرق ما بين المكون الذي نستخدمه في المقارنة والذي نستخدمه في التفضيل سنقارن ما بين الأشخاص أو الأشياء باستخدام شكل المقارنة سنكوم جملاً لها معنى وذلك باستخدام شكل التفضيل سنستخدم هذه العبارة بأن تأتي as بعدها الصفة وبعدها as وذلك في مقارنة الأشياء بالتشابه هنا as والصفة وas تعني تشابه ما بين شيئاً سنتمرن على استخدام الكلمات التي لها علاقة بالفضاء ونظام الكواكب سنفرق أيضاً ما بين الصفات المستخدمة في المقارنة والتفضيل الغير منتظمة والتي تتغير عند المقارنة وعند التفضيل سنبدأ بالقسم الأول من القاعدة والذي يتحدث عن comparative and superlative forms of adjectives سنتحدث عن الصفات في المقارنة والتفضيل سنبدأ أولاً بالمقارنة the comparative إذن سنستخدم شكلان في المقارنة الشكل الأول أن تأتي more ولس وبعدها الصفة وتكون هذه الصفة طويلة ماذا نعني بصفة طويلة؟ أي أنها تتكون من ثلاث مقاطع وأكثر فهذه الصفة في المقارنة يجب أن نسبقها إما بكلمة more أو less وهنا شكل آخر للصفة أن تأتي الصفة في المقارنة مضاف إليها عندما تكون هذه الصفة قصيرة أو مكونة من مقطع أو مقطعين ومثال على ذلك إذن قصص البوليسية هي أكثر أو أقل شهرة من القصص عن السفر إلى الفضاء إذن هنا لدينا الصفة مكونة من ثلاث مقاطع أو ثري سيلابل بوب السيلابل الأول يو السيلابل الثاني واللور السيلابل الثالث إذن بما أن هذه الصفة صفة طويلة إذن في المقارنة ما بين شيئان نسبقها إما بكلمة more أو less حسب الجملة ويجب أن تأتي بعدها كلمة than وتعني من أن هذا الشيء هو أكثر شهرة من هذا الشيء الجملة الثانية السمكة الذهبية هي أصغر من سمكة المهرج إذن هنا نقارن ما بين السمكتان وظهرت الصفة small الصفة small هي صفة قصيرة ومكونة من مقطع واحد فقط إذا عند المقارنة نضف إليها ولنثبت المعلومة استعنت بعض الأستاذة انتصار جزاه الله كل خير كي نتحدث عن الcomparative المقارنة ماذا نعني بكلمة comparative comparative are used to show the difference between two objects إذن هذه المقارنة نستخدمها كي نعرض الإختلاف ما بين شيئان هنا لدينا elephant وant هنا الانت هي أصغر من الإليفنت سنقول نقارن ما بين حجم شيئان وهنا لدينا الصفة small هي صفة قصيرة إذن في المقارنة أضفنا إليها er ويجب أن تظهر في جملة المقارنة كلمة than هنا أيضا لدينا جملة أخرى نقارن بها ما بين شيئان واستخدمنا صفة beautiful هنا صفة beautiful صفة طويلة تتكون من ثلاثة مقاطع beautiful إذن أكثر من مقطعان إذن في المقارنة يجب أن تسبق هذه الكلمة الطويلة كلمة more أو less هنا استخدمنا more وأيضا جملة المقارنة يجب أن يكون بها كلمة than لأننا نقول هذا أجمل من هذا هنا than تعني كما ذكرت من إذن butterfly is more beautiful than frog الفراشة هي أكثر جمالا من الضفضة إذن كما ذكرت للصفات نوعان two kinds النوع الأول short adjectives صفات قصيرة النوع الثاني long adjectives صفات طويلة الصفات القصيرة هي التي تتكون من خمسة أحرف أو أقل الصفات الطويلة هي أكثر من خمسة أحرف هنا لدينا أمثلة على الصفات القصيرة كلمة small, big, tall وeasy وهذه الصفات في المقارنة نضف إليها er أما الصفات الطويلة من أمثلتها كلمة expensive وbeautiful وهذه الصفات في المقارنة يجب أن تسبقها كلمة more أو وفي كلا نوعي الصفات جملة المقارنة يجب أن تشتمل على كلمة than وهنا أمثلة إضافية لتأكيد المعنى عندما تكون الصفة قصيرة أي أنها مكونة من one or two syllables مقطع أو مقطعين we add er نضف للصفة er ويجب أن يأتي بعدها كما ذكرنا في المقارنة كلمة than وأمثل على ذلك سامي is taller than maher إذن لدينا الصفة tall أضفنا إليها er في جملة المقارنة ما بين شيئان وظهرت بعدها كلمة than جملة أخرى الرجل الأشقر هو أقوى من الرجل النحيف إذن هنا الصفة strong في المقارنة ما بين شيئان أضفنا إليها er وظهرت أيضا كلمة than في المقارنة هنا لدينا معلومة إضافية أن بعض الصفات التي يأتي حرف vowel أي حرف من حروف العلة الخمسة هذه ويأتي بعدها حرف ساكن وهي حروف الكونسننت أي بقية الحروف فإننا عند إضافة er لهذه الصفة ندبل الحرف الساكن الأخير وبعدها نضف er مثل صفة fat تصبح fatter وأيضا لدينا big تصبح bigger ومعلومة أيضا إضافية بأن بعض الصفات تنتهي بحرف ال-y عندما نضف إليها er فإننا نلغي حرف ال-y ونكتب بدلا منه i ثم نضف er مثل الصفة heavy وتعني ثقيل تصبح heavier ومعلومة إضافية أخرى أن بعض الصفات تنتهي ب-e عند إضافة er لها فقط نضف ال-r مثل كلمة brave وتعني شجاع تصبح braver أما بالنسبة للصفات الطويلة كما ذكرت والتي تشتمل على three or more syllables أي ثلاثة مقاطع وأكثر في المقارنة يجب أن تسبق الصفة كلمة more أو less حسب الجملة والصفة الطويلة تكتب كما هي وتأتي بعدها كلمة than في الجملة كما في الصفة expensive في المقارنة كتبنا قبلها more وجاءت الصفة كما هي expensive لم نضف إليها er وبعدها جاءت than إذن gold is more expensive than silver الذهب هو أغلى من الفضة وهنا لدينا استثناءات لصفات ثلاثة في المقارنة فهي تتغير تماما مثل الصفة good عندما نقارن ما بين شيئان باستخدام good فتصبح الصفة good bitter سنقول bitter than وكلمة bad تعني سيء في المقارنة نقول worse than وكلمة far تعني بعيد في المقارنة ما بين شيئان تصبح farther than أفضل من أسوأ من أبعد من وهنا جمل كوكاكولا is better than بيبسي كوكاكولا هي أفضل من البيبسي علينا أن نتذكر دائما أن جملة المقارنة يجب أن تظهر بها كلمة than هنا لدينا معلومة use words such as a little قليلا slightly أيضا تعني قليلا much كثيرا و a lot تعني أيضا كثيرا considerably تعني إلى حد كبير definitely تماما certainly بالتأكيد نستخدم هذه الكلمات to express how much something differs or to be ad emphasize إذن نستخدمها كي نعبر عن مدى اختلاف هذه الأشياء أو كي نعطي تأكيدا للجملة أو للشيء الذي نتحدث عنه مثال على ذلك children's TV films are considerably better than they used to be أفلام التلفزيون الخاصة بالأطفال هي أصبحت بالتأكيد أفضل من ما كانت عليه في السابق إذن هنا استخدمنا الكلمة considerably فقط لتعطي تأكيدا على الاختلاف ما بين هذا الشيء ننتقل إلى use as plus adjective plus as نستخدم هذه الصورة to compare things that are equal or similar إذن هذه الصورة نستخدمها عندما يتشابه شيئا في نفس الصفة ومثال على ذلك Dora and the lost city of gold is as good as Sonic the Hedgehog هذا هو جيد مثل هذا هنا as تعني التماثل والتشابه في الصفة ونلاحظ بعد as تأتي الصفة كما هي تكتب كما هي وبعدها تأتي as إذن هذا الشيء يشبه هذا الشيء في هذه الصفة وإذا أردنا أن ننفي التشابه في الصفة نقول not ونقول not as والصفة كما هي بعدها as متى to compare things that are different كلاهما مختلفان في نفس الصفة The Lion King and Jurassic Park are good TV films but not as good as Star Wars إذن هذا ليس جيدا كهذا ولتثبيت المعنى لدينا هنا مثال هنا كما ذكرت إذا أردنا أن نذكر أن هذان الشيئان هما متساويان أو متشابهان نستخدم هذه الصورة تأتي as بعدها الصفة تكتب كما هي وبعدها as ما بين شيئان ومثال على ذلك red building is as tall as yellow one لدينا المبنى الأحمر والمبنى الأصفر كلاهما متساويان في ماذا؟ صفة الطول إذن سنقول المبنى الأحمر هو له نفس طول المبنى الأصفر وإذا أردنا أن ننفي التشابه أن نقول أنهم مختلفان سنضع not إذن ستأتي not وas الصفة كما هي وas القاعدة التي تليها use the plus comparative وبعدها the plus comparative to describe two actions نريد أن نصف فعلان the second action happens as a result of the first الحدث الثاني يحصل كنتيجة للأول كان الصورة تأتي the وبعدها صورة المقارنة صورة المقارنة أن تأتي الصفة مضاف إليها er في العبارة الأولى وفي العبارة الثانية أيضا مثالا على ذلك the more I hear about the Giza pyramids the more I want to know كلما سمعت أكثر عن أهرامات الجيزة كلما أردت أن أعرف أكثر إذن هنا the more the more وكانت العبارة الثانية هي نتيجة للأولى أي أنني أريد أن أعرف أكثر إذا سمعت عنها مثال الآخر the harder he works at speaking English the better he becomes أي كلما عمل بجد في تحدث اللغة الإنجليزية كلما أصبح أفضل the harder الصفة بصورة المقارنة أضيفت إليها er وأيضا هنا the better أيضا بصورة المقارنة والجملة الثانية هي نتيجة للجملة الأولى يصبح جيدا في الإنجليزية إذا عمل بجد في تحدث اللغة إذا ظهرت في الجملة the وبعدها الصفة بصورة المقارنة فإن العبارة الثانية أيضا ستظهر the والصفة بصورة المقارنة ننتقل إلى الجزء الثاني وهو the superlative superlative أي أسلوب التفضيل في هذا الأسلوب نستخدم the plus adjective plus est إذن تأتي the وبعدها الصفة القصيرة المضاف إليها est أو the وبعدها most أو least مع الصفة الطويلة إذن الفرق ما بين superlative والcomparative أن الcomparative تظهر في الجملة than أما superlative فيسبق الصفة the الcomparative نضف للصفة القصيرة er أما superlative نضف للصفة القصيرة est الصفة الطويلة يسبقها more أو less هنا الصفة الطويلة يسبقها most أو least مثال على ذلك the noble prize is the إذن نلاحظ في الجملة وجود the قبل الصفة إذن جائزة noble هي the most prestigious award a scientist can win هي أكثر الجوائز المرموقة التي يمكن للعالم أن يحصل عليها أو يفوز بها إذن ظهرت the في الجملة إذن الصفة الطويلة يجب أن يسبقها most والصفة الطويلة تكتب كما هي مثال آخر مدير الشركة أدرك أنه أقل العروض جاذبية إلا أنه أجبر على أخذه إذن هنا ظهرت the و attractive صفة طويلة إذن سيسبقها least إذن ولتأكيد المعنى فإن السوبر لتب أسلوب التفضيل نستخدم the وبعدها الصفة إن كانت قصيرة نضف إليها est وأمثل على ذلك مثلا نقول Sarah is the shortest هي الأقصر من بين هؤلاء جميعا لم نقارن ما بين شيئان ولم تظهر than في الجملة كما في المقارنة هذا أسلوب تفضيل نريد أن نقول سارة هي الأقصر من بينهم ظهرت the إذن الصفة القصيرة تضاف إليها est هنا مثال آخر she is the oldest هي الأكبر أيضا صفة قصيرة أضفنا إليها est لوجود the قبلها وإضافة est للصفة هي نفس إضافة er إذا كانت الصفة فيها حرف vowel وبعدها حرف ساكن فإننا ندبل الحرف الساكن ثم نضف إليها est ونفس الشيء للصفة المنتهية بحرف y فإننا نلغي y ونضع i وبعدها est أما بالنسبة للصفات الطويلة كما ذكرت فإنه يأتي قبلها most أو least ولا ننسى the وبعدها الصفة الطويلة تكتب كما هي diamond is the most expensive of all الألماس هو الأكثر غلاءا من بينهم جميعا ظهرت the إذن الصفة الطويلة استخدمنا معها most والصفة expensive كتبناها كما هي وأيضا بالنسبة للصفات التي تتغير في المقارنة فإنها أيضا تتغير في التفضيل هنا good كانت في المقارنة bitter الآن في التفضيل ستصبح the best bad كانت في المقارنة worse هنا في التفضيل the worst far في المقارنة كانت farther بالتفضيل ستصبح the farthest والجزء الأخير من القاعدة يقول we can use the expression by far to add emphasize يعني يمكننا أن نستخدم عبارة by far وتعني إلى حد بعيد فقط لنؤكد الجملة مثال على ذلك the Caribbean is by far the best TV film of all قراصنة الكاريبي هو إلى حد بعيد الأفضل من بين الأفلام إذن بعد by far ظهر أسلوب التفضيل جاءت the وبعدها الصفة في أسلوب التفضيل best ننتقل إلى حل التمرين التي تتعلق بهذه القاعدة write sentences about the animals using comparative and superlative structures علينا أن نكتب جملا تتعلق بالحيوانات باستخدام أسلوب المقارنة ما بين شيئان أو أسلوب التفضيل الحيوانات هنا camel الجمل cat القطة شيتا الفهد دونكي الحمار eagle النصر elephant الفيل goldfish سمك الذهبية horse حصان ostrich نعم snake أفعى tiger نمر lion أسد لدينا مثال محلول both شيتا and tigers are big cats هنا لدينا أسلوب تفضيل قلنا lions are the biggest of the cats إذن الأسد هو الأكبر من بين فصيلة القطط the biggest tiger هنا tigers are as big as lions النمور هي بنفس كبر الأسود هنا استخدمنا التشابه as والصفة وبعدها as شيتا are a lot smaller and more slender in comparison الفهود هي أصغر وأنحف بالمقارنة ما بين حيوانات فصيلة القطط الأخرى the cheetah is by far the fastest land animal on earth إذن الفهد هو إلى حد بعيد الأسرع من الحيوانات البرية على الأرض ونموذج الإجابة للمقارنة ما بين هذه الحيوانات هو كالتالي number one ممكن أن نقول cheetah is the fastest الفهد هو الأسرع من بينهم lions are faster than tiger الأسد هو أسرع من النمر number two the elephant is the biggest mammal among these الفيل هو أكبر الثديات من بينهم number three an ostrich is bigger than an eagle النعام هي أكبر من النصر number four I think snakes are more dangerous than bears أعتقد أن الأفاعي هي أكثر خطرا من الدببة number five the cat is calmest animal among the animals on the list القطة هي أهدأ الحيوانات من بين الحيوانات في القائمة ننتقل إلى حل فقربي تخيل أنك متسابق في برنامج مسابقات تلفزيوني work with a partner اعمل مع صديقك ask and answer the questions اسأل وأجب على هذه الأسئلة هنا لدينا الثماني أسئلة ونماذج إجابات هذه الأسئلة number one what's the most widely spoken language ما هي أكثر اللغات المنتشرة chinese mandarin ويتحدثها one billion people number two what's the tallest mountain ما هو أطول جبل mount everest وطوله 8,850 meter number three what's the largest desert ما هي أكبر الصحاري سحارة north africa سحارة الصحراء الكبرى الموجودة في north africa وتبلغ 3,320,000 square ميلز number four what's the deepest ocean ما هو أعمق محيط pacific ocean المحيط الهاد ويبلغ عمقه 10,924 meter number five what's the most populated city ما هي أكثر المدن اكتظاظا بالسكان هي Changi China مدينة Changi في الصين ويبلغ عدد سكانها 13,3 million number six what's the largest lake by size ما هي أكبر بحيرة من نسبة للحجم هو كاسبيان سي بحر قزوين في ايجيو europe number seven what's the hottest place ما هو أكثر المناطق حرارة منطقة دالل في إثيوبيا number eight what's the driest place ما هو أجف منطقة أسوان في إيجيبت في مصر ننتقل إلى words connected with space and the planetary system الجزء الثاني part two كلمات لها علاقة بالفضاء ونظام الكواكب look at this information about the planets in our solar system انظر إلى هذه المعلومات عن الكواكب في المجموعة الشمسية هنا لدينا اسم الكواكب اسم الكواكب name of planet distance from the sun بعدها عن الشمس radius طول نصف القطر number of moons عدد أقمارها geographical features or special facts هنا مميزات الجغرافية وحقائق خاصة عنها إذن لدينا الكواكب الثمانية mercury عطارد venus الزهرة earth الأرض mars المريخ jupiter المشتري saturn زحل oranus نيبتون وأخيرا هنا لدينا ploto التاسع هنا لدينا ملاحظة our solar system used to be described as a group of nine planets إذن نظامنا الشمسي أعتاد أن يصف مجموعة من تسع كواكب but scientists now consider ploto to be a dwarfed planet لكن العلماء الآن يعتبرون كوكب ploto هو الكوكب القزم وآخر جزء في القاعدة قمت بشرحه في عروض الأستاذة انتصار والذي يتحدث عن irregular comparative and superlative adjectives الصفات الغير منتظمة في المقارنة أو في التفضيل in most cases we make comparative and superlative adjectives by adding إما er أو est or we use more أو most or less أو least طبعا قبل الصفات الطويلة و er و est بعد الصفات الصفات القصيرة however a small number of adjectives are irregular ولكن هناك عدد من الصفات هي غير منتظمة تتغير تماما لا نضف إليها er و est ولا نسبقها be more أو most أو less أو least من هذه الصفات لدينا will وتعني جيد مثل الصفة good تصبح في المقارنة bitter و في التفضيل the best هنا أيضا good تصبح bitter و في التفضيل the best لدينا الصفة far للمسافة بعيد تصبح في المقارنة farther بالA أو farther بالU و في التفضيل the farthest بالA أو farthest تكتب بLU كلاهما صحيح لدينا old وتعني كبير في السن ممكن أن تكتب older أو elder كلاهما صحيح في المقارنة و في التفضيل إما oldest أو eldest أيضا كلاهما صحيح bad وتعني سيء في المقارنة قلنا تصبح worse و في التفضيل the worst ننتقل إلى حل فقرسي use the chart above to find information about the planets استخدم الجدول هنا في الأعلى كي تكتب عن معلومات عن الكواكب choose the correct word to make true facts about our solar system واستخدم الكلمات الصحيحة لنكتب حقائق صحيحة عن نظامنا الشمسي وهذا هو نموذج للإجابة على هذه الفقرة والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا اشتركوا في القناة